صباح الخير على مشاهدين في كل مكان وصباح جديد يأتيكم دائما من القاهرة الإخبارية حلقة جديدة فيها الكثير من الملفات والموضوعات المتنوعة اللي بتهم مشاهدين في كل مكان ولكن في البداية أقول صباح الخير لزميلاتي مونة وشرين وفادي صباح الخير عليكم وأنا كمان بسبح عليكم على جميع مشاهدي صباح جديد صباح الخير شروق صباح نور طيب خلينا نقول أنه يعني من بداية برنامج صباح جديد الحقيقة قبل ما يزيد عن سنتين تقريبا ودينا اهتمام خاص بالدور الثقافي والدور التوعاوي اللي بيمثله أو اللي بيمثله السينما فيه تكسيد قضايا العالم العربي طبعا على رأسيها بنتكلم عن القضية الفلسطينية خاصة بعد العدوان اللي تعرضت لي غزة على يد الاحتلال الغاشم ومشاهد الضمار اللي احنا بنشوفها والقتل اللي طالت عشرات الألاف من الأرواح الحقيقة البريئة أو هنا بيجي دور الفن في التوعية وكمان في توصيق هذه المعاناة اللي احنا بنشوفها ببشاعة وبننقلها أو بينقلها للعالم بصورتها المجردة وهو ما استطاع مشروع من المسافة صفر أنه يقدموا بإبداع وبرؤية سينمائيين كمان من غزة وده حصل من خلال 22 فيلم قصير بيوسق كل الأحداث اللي احنا بنشوفها على شاشات التلفزيون وخلينا نقول أنه ده من إخراج مبدعين فلسطينيين وعلى رأسهم الفلسطيني رشيد مشهراوي هو كمان يعني كان ليه دور كبير قوي أنه يورينا الأحداث الحقيقية وعن قرب ده حقيقة شروق وأنه هو يلجأ ليه أو يستخدم الفنانين الشباب الفلسطينيين أنه هما يعملوا كل واحد من وجهة نظره في عز هذه المعاناة أنه هما يعملوا أفلام قصيرة تضم فيه فيلم واحد هو من المسافة صفر ده بيشكل صوت هو صوت وصورة الشعب الفلسطيني تحت الحصار والقصف لأنه الفن السابع بيروي قصص كل الناس وطبيعي أنه نتكلم عن القصص المعاناة اليومية من خوف وبحث عن النجاة والحياة من خلال التوسيق وطبعا النهاردة افتتاح مارجان القاهرة السينمائي وكمان المخرج الكبير رشيد مشهراوي هيتعرض له فيلم أحلام عابرة النهاردة في عرض عالمي أول ضمن جدول عروض مارجان القاهرة السينمائي طبعا إلى جانب مشروع المسافة صفر وهذه الدورة طبعا استثنائية من مارجان القاهرة وبتحتفي بالسينما الفلسطينية وابدعها نعم يا فادي وأكيد كل المشاهدين صباح جديد تابعوا معنا المقابلات على مدار الشهور الماضي اللي استطبنا فيها عدد كبير من هؤلاء السينمائيين الفلسطينيين المشاركين بالمشروع وبالطبع كان إلنا حديث مطول معهم واحد واحد وشخصيا المخرج رشيد مشهراوي كان معنا باللقاء جميل جدا أكيد تابعتوه وبهذه اللقاءات كانت أما من خيمة نزوح أو من منزل مدمر وجدنا رؤية مختلفة لمدعي غزة لما يتعرضوا إلو من عدوان وقصف فكان الإبداع والفن هو سلاحهم لكشف قبح الإحتلال الإسرائيلي صحيح ومش بس المشاهد العربي ولكن كل العالم سورة حيلة صحيح ويتحول مشروع من المسافة صفر لنوع آخر من السينما اللي استطاعت أن تحقق أهدافها بكل مكان شهد عرض هذا المشروع في دول عربية وحول العالم بالضبط هو ده اللي خلى يا شرين الفلسطين تستخدم مشروع أو ترشح مشروع من المسافة صفر علشان يمثلها في الأوسكار طبعا اللي بيميز الفيلم القصير أنه هو بيشبه نافذة صغيرة بيطل منها العالم على حياة الفلسطينيين في غزة خلال الحرب فطبعا صناع العمل استطاعوا أن هما يوظفوا الكاميرا كأداة لنقل مشاعر الألم والخوف وفي نفس الوقت طبعا الإرادة القوية للاستمرار في الحياة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني والنوع ده من السينما أو الأفلام دي بتكسر الحاجز الجغرافي والسياسي فطبعا بيستطيع أنه هو يوصل لجمهور عالمي وده اللي نجح فيه فيلم من المسافة صفر والأفلام دي أو المشاريع دي بترسخ مفهوم الهوية والثمود والأهم من ده كله أن الأفلام دي بتعكس البعد الإنساني للحياة في غزة لأنه الفيلم بس إحنا ما نقدرش أنه إحنا نشوف الحياة الإنسانية إحنا بنشوف الضمار والسراع كل المشاهد دي بتبقى قدامنا على الخشار تخياني يا مونا كمان أنه التصوير بهذه الظروف بالضبط هو ده بقى اللي بيوصل لنا أنه الأفراد والعائلات دول بيعيشوا إزاي وسط الظروف دي وبيدينا فعلا صورة حائية والنهاردة بينطلق مهرجين القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين وبيوصلت الضوء على السينما الفلسطينية بالتحديد ومشروع من المسافة صفر والنهاردة هيكون لنا لقاء مهم جدا مع أحد صناع هذا المشروع السينمائي شديد الأهمية ابقوا معنا يكون معنا فقرات متنوعة في صباح جديد